من مبدأ توعية المجتمع بأهمية العمل التطوعي أطلقت جمعية حفظ النعمة مبادرتها الرئيسة للتبرعات الغذائية على نطاق واسع في جميع أنحاء البحرين عبر تعليب الطعام الفائض من البيوت والمطاعم وإعادة تقديمه للأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود سلوكيات غذائية خاطئة نشأت من عدم تقدير كمية الطعام الذي يكفي لسد الجوع من الزائد عن حاجته ليصبح الهدر والإسراف مصيرها والتخلص منها لذا أسست جمعية حفظ النعمة بمساعي إنسانية تعزز روح العطاء نحو سد رمق الجوع للمحتاجين من وفير الطعام الذي تفيض به موائد عامة الناس والمطاعم فضلا عن تكدسها نحن طبعا وزعنا وهو 170 ألف وجبة تقريبا استفادت منها أكثر من 300 عائلة وأكثر من 3000 عامل طبعا أهم طبعا نزودهم بكمية كافية والتنوع في الطعام لأن طبعا ميزانية العائلة يشكل طبعا الطعام منها 30% إلى 40% من ميزانية العائلة فأحنا بالتالي وفرنا هذه الميزانية عليهم وأمكانهم صرفة فيه أو جهة أخرى من الأنفاق منذ بزوغ الفكرة إلى مراحل التنفيذ حاملت الجمعية على عاتقها مسؤولية حفظ الطعام للتخلص منه والاستفادة منه قدر الإمكان تم تدريب الموظفين من قبل طبعا بنك الطعام المصري واللي لهم خبرة عريقة في هذا المجال تم تدريبهم على أسلوب التعامل مع الطعام وكيفية طبعا عدم خلط الأطعمة مع بعض وأيضا ما زلنا نستخدم كونتينرات أو علب الطعام علب طبعا خاصة تستخدم أيضا في المايكرويف ومحكمة الإغلاق وأيضا طبعا قبل تعبئة الطعام يعمل الموظفون على طبعا يستعدون بلبس جميع الأدوات السلامة والبلط القون خاص فيهم يلبسون قبل أن يبدأون بتعبئة الطعام سلوك مجتمعي عززته المبادرة بأفعال نابعة من القلوب التي لم تغفى لعن تلمس حاجة الناس والشعور بهم وبما يلزمهم من مأكل ومشرب شعور الجسد الواحد إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر